وجهت موسكو دعوة لمعارضين سوريين للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية يوم الجمعة وأكد سكرتير حركة الديبلوماسية الشعبية محمود الفندي أنه تم الدعوة 25 مجموعة معارضة سورية إلى موسكو فيما بيّن معارضون أن الاجتماع سيكون تشاوريا بهدف عرض وجهة نظر المعارضة ومناقشة مقرارات مؤتمر أستانا تأتي هذه اللقاءات لتشكيل وفد تفاوضي يجمع مختلف أطياف المعارضة لتمثيلها في مفاوضات جينيف المقررة في الثامن من الشهر المقبل